مرحبا كل جميعا ورحباً في مرحباً في مرحباً بالنسبة لدينا محمد نجم و اليوم سوف نتحدث على موضوع الناون الكتاب الذي يتدرس بعض الكليات وكذلك يتدرس في كليات التربية الأساسية في بعض الكليات هنا عدنا اليوم موضوع الناون ورح نعرف شنو المقصود به هنا رح نتحدث عن أنواع الكايند وعن وظيفة الناون كايند يعني نون كايند يعني أنواع فبلغة الإنجليزية عدنا أربعة أنواع للإسم هذا لازم تحفظ هذا الرقم فور كايند تشخلي خط جواها إذن لا تتنسى كم نوع عدنا باللغة الإنجليزية جيك بالامتحان مثلا ثري فور كايند سوف ناون عن إنجليش أول نوع عدنا هو الكمون ناونس اللي هو الاسم العام والاسم الشائع واللي هو أي كلمة باللغة الإنجليزية مثلا أجلكم الله دوك الكلب من تايبل كار سيارة أي كلمة باللغة الإنجليزية يسمونها كامون ناونس زيني شلون تجي بالامتحان هاي طبعا تجي بأكثر من طريقة واحدة من الطرق يا أخوانا الطلبة أعزانا طلبة تجي مثلا يعني يعدد لك لك نطيني سؤال عدد لي أنواع ما هي أنواع الاسم باللغة الإنجليزية تعددهم تنطع لكل واحدة مثال ممكن تجي فراغ there are فراغ وفراغ وفراغ فراغ in English a kind of noun in English هناك فراغ وفراغ فراغ يعني باللغة الإنجليزية أو ممكن يقل لك the noun can be الاسم بممكن يكون common for example فراغ تقل له dog أو ممكن يقل لك dog نعتبره شنوه تقل له common nouns ألف طريقة هو شو أنا ريد يجيب لك خلي يجيب لك المهم أنت تعرف الأنواع الأربعة وتعرف على كل واحدة مثال وتعرف أنه ذني تابعات لأنواع الأسم أولا عندنا common nouns أي اسم شائع عندنا the proper noun اللي هو the proper nouns اللي هي أسماء العلم اللي هي مثلا اسم أحمد علي خضير وإلى آخره the abstract nouns اللي هي الأسماء اللي إحنا ما نقدر نمسكها ما نقدر يعني we cannot touch it ما نقدر نمسكها اللي هي البيوتي الجمال الشيء التي لا نستطيع أن نراها أو مو ما نستطيع أنها ما نقدر يعني ما نقدر نمسكها بدينة joy المتعة الفير الخوف بيوتي جمال وإلى آخرية هذا هي يسمونها the abstract nouns وكذلك عندنا the collective nouns the collective nouns معناها الكلمات التي تعني group يعني group من الناس crowd معناها حشد يعني group من الناس يعني team يعني فريق country يعني بلد بيحتوى على كثير من الشعب فإذن هي كلمات مجموعة كلمات يعني كثيرا من الكلمات الكلمة الواحدة تعني مجموعة تعني أكثر من شخص هذا هي الكلكتب nouns زين فهذا الموضوع أركز علي الآن سأحنا نأخذ وظائف الأسماء وظائفة الأسماء جدا مهمة ذني ممكن يقلك نطيني مثال على noun as a subject of verb تقل home arrived يعني الاسم ممكن يكون كفاعل كما في كلمة tom the complement of the verb ممكن يكون تكملة للفعل مثلا tom is an actor هذه كلمة actor هي اسم وإجت تكملة للفعل كملت لمعنى tom هو actor كذلك ممكن تكون object of verb ممكن تكون يعني هي مفعول به كما في I saw tom أنا رأيت tom إذن هنا tom هو مفعول به وهو اسم شوف فظائف الاسم يعني الوظائف الاسم ممكن يكون فاعل كما في tom ممكن يكون tom is an actor ممكن يكون تكملة للمفعول به ممكن يكون مفعول تكملة للفاعل عفوا ممكن يكون مفعول به كذلك ممكن يكون يعني حرف جر جار مجرور يعني I spoke to tom هذا كلها اسم شوف حالات وجود الاسم كذلك ممكن يكون كوصف مثل tom books يعني كتب tom كما يمكن ان يكون في الملكية عفوا في الملكية كما في tom books كما في tom books هذا هو الاسم انواعه ووظائفه ويعني اكو حقيقة يعني هواية اسئلة تجي على هذا الموضوع حفظهم حفظ وما لك علاقة اي سؤال رح يجي رح تقدر تفهم خلي سوى مراجعة سريعة عليهن الوظائف الوظيفة انه الاسم ممكن يكون فاعل كما في هذه الحالة الاسم ممكن يكون تكملة للفاعل كما في tom ازان اكت الفعل الاسم عفوا الاسم ممكن يكون مفعول به كما في i saw tom هاي tom هنا مفعول به وهي اسم الاسم الاسم ممكن يكون صفة تملك كما في tom's books كتب tom يعني صفة تملك هذا هي حالات او وظائف الاسم هس رح ننتقل الى الجندر ورح نعرف شنو المقصود طبعا الجندر معناها النوع الجنس يعني هلو اذكر انثار شنو جنس الشي يعني من اي جنس زين واكو شغلة قبل يعني احشي لكم على موضوع الجندر اكو هاي طلاب يسألون السادة ريدك تشرح انه هاي المادة كذا طلاب هاي المادة جديدة وتحتاج تعب وانا بالنسبة الي ان شاء الله يعني راح نفتح دورة على هاي المادة فاي طالب يريد هاي الدورة هو يسوي مجموعة من الطلاب ويعني تتواصلون اياي ونخل لكم دورة خاصة بتحتاج شرح تفصيلي فاتعب بيها جدا يعني فانا راح اخذ شي بسيط وهو ميتفاعلكم ومشاركاتكم ويانا لانا انا مستمر ان شاء الله بتقديم الدروس على اليوتيوب اشتركوا بالقناة انتو وشاركوا الفيديوهات ولكن يعني اذا تردون دورة خاصة حسب جامعتكم يا جامعة تريد فاحنا حاضرين زين فسا عندنا موضوع الجندة راح تقدي يعني راح اتوقف هنا المحاضرة الجاية اكمل الجندة واكمل بقية المادة